دعني طيب الحلقة كلها بقد�كية أيش رأيكم لامزح معكم بس يعيني في حال 4 أنك مباركت لي في الانستيقرام ولا تويتر ولا سنابشات ولا اليوتيوب آهو نزلتلك الفيديو آيش فيه وأنا ماسكدر علميتي سكينشوت يا نهان سكينشوت خلو والله من الجميع معاكم الواجيه كيف حالكم الأجماية إن شاء الله طيبين أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم كم كم في الحلقة رقم 19 من سلسلة السلسلة السلسة اللي نتكلم فيها عن قصص حياة الممثلين والممثلات وعن أهم أفلامهم وممثلنا لهذا اليوم وبناء على تصويتكم الأخير هو الممثل الشهير والعريق والمخضرم صاحب الوجه المسالم والغاضب والإنفعال في نفس الوقت الممثل صاحب اللسان الطويل وصاحب الشتيمة الشهيرة شوف الادم إذا مر لسانه طويل في الأفلام طبعا ما أجد صراحة هذا في الواقع الضير كمان في الواقع أي يعني انتبه إذا يوم من اليوم قابلته بطريقته ما انتبه منه ترى أي فرصة بيجي بيعطيك واحدة الكلمة متكة هنا في طرف لسان كيف حالك؟ شقبارك؟ أيبين؟ حقيقي والله عبدو حريقة؟ لا عبدو حريقة مسكين ضعيف الله والعلمكم الكلمة هذه قالها في مسيرة حوالي 300 مرة مع أني أحس أنه قالها أكثر من كذا لكن الإحصاءات تقول كذا باعتبار أنه شارك في أكثر 190 فيلم أو 190 عمل في مسيرة بشكل عام المهم عزيزي الوجيه هو عزيزة الوجيهة تعالوا اليوم وخلونا نتكلم عن قصة حياة الممثل الكبير سامويل جاكسون وعن أهم أفلامه وقبل ما نبدأ إذا أعجبك الفيديو سوي لايك وإذا ما أعجبك سوي ديسلايك ترى الوضع مرة أحبي قد راحتك بس أهم شي يسوي شي يا أضغط لايك يا ديسلايك لا تطلع كذا بس سوي مشاهدات وتفقع لأنك لم تضغط لايك جيني فلوس أكثر تعال تابعني في تويتر وسناب شات وإنستجرام حساباتي كلها بنفس الاسم وجيه أوتو سامويل ليروي جاكسون ممثل ومنتج أفلام أمريكي من أصول أفريقية وتحديدا من الدولة الغابونية الجمهورية الغابونية هي دولة تقع في غرب وسط أفريقيا وتبلغ مساحتها 270 ألف كيلو متر مربع تقريبا كما يقدر عدد سكانها بحوالي مليون وخمسمائة ألف نسمة يعني تقريبا زي عدد متابعين أبو عابد سامويل جاكسون من موليد العاصمة الأمريكية واشنطن ولد بالتحديد يوم 21 ديسمبر سنة 1948 أي أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو 72 سنة 72 سنة وما زال عنده الكثير ليقدمه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يصير في شيء وهو الإبن الوحيد لأمه إليزابيث روي هنري وأمه وأبوه وأمه وأبوه مفصل من يوم كان صغير وانفصالهم كان مرة مرة انفصال انفصال يعني سامويل جاكسون ما شاف أبوه لمرتين بس في حياته ولاحقا أبوه مات في وقت غير معروف إثر إدمانه على شرب الكحوليات وتم تربية سامويل جاكسون بواسطة أمه وجده وجدته وأمه علشان تأكله وتشربه واضطرت أنها تشتغل في أكثر من وظيفة فتارة كانت تشتغل عاملة في أحد المصانع وتارة أخرى كانت تشتغل كموظفة مبيعات الأم يا أخي الأم يا جماعة نافي زي الأم أيام الجامعة تعرف سامويل جاكسون على بنت اسمها لتانيا ووقع في حبها وبعد فترة تقدم لخطبتها وتزوجها والمفاجأة أنه ما زال متزوجها إلى يوما هذا وعنده منها طفلة واحدة اسمها زوي زوجة واحدة يا بني آدم زوجة واحدة يا فاحل أنت ألا ليت بعض الممثلين يتعلمون من هذا الأسطورة إيش يعني زواج بدون ذكر أسماء بس كذا حقين هوليوود زواج انفصال زواج انفصال زواج انفصال انفصال حوسة حوسة هذا الأدم يجلس 30 سنة وما زال متزوج من نفس المرأة سامول جاكسن وأثناء انتقاله بعد شهرته من مكان إلى مكان صادف أنه يكون جار لأكثر من شخص من مشاهير هوليوود مرة سكن جنب دينزل واشنطن ومرة سكن جنب إد مورفي ومرة سكن جنب بريتني سبيرز ومرة سكن جنب سلفستر ستالون يب جيرانه كانوا كلهم مولعين يعني يخرج الصباح من بيته ويعطيها وضعية الله بالخير دينزل شخبارك يباه طب أحك الله بالخير سلفستر عساك طيب هلا والله صباح الورد بريتني ايه أمولك تقهوي معانا حيو 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 الشيخ إد مرفي وأنا وانت عزيزي الوجيه نصبح على جارنا اللي يرمز باله عند باب العمارة له سنة نحط له أوراق نحط له جد ما في فائدة هالليه يا لله هالليه يا لله سامول جاكسن ونظرا لكبر سنه فمن الطبيعي انه عاشوا عاصر العنصرية في أشد أيامها درس في مدرسة خاصة بذوي البشر السوداء وتعالج في مستشفيات خاصة بذوي البشر السوداء وأكل وشرب من مطاعم خاصة بذوي البشر السوداء ولصت الكلام انه سامول جاكسن عاصر فترة العزل العنصري في أمريكا فترة العزل العنصري في الولايات المتحدة مصطلح يشير عموما إلى العزل العرقي في المنشآت والخدمات والفرص مثل الإسكان والرعاية الطبية والتعليم والتوظيف والنقل في هذه الفترة يا جماعة طبيعي تشوف برادة موية ومكتوب عليها خاص لذوي البشر البيضاء بس أسود تشرب منا تتفقع يمكن تنقتل كانت فترة جدا قاسية وسامول جاكسن عاصرها وعاشها بحلوها ومرها مدل إذا كان فيها حلو ولكنه عاشها بحلوها ومرها فضلا عن إنه كان يعاني من مشكلة التلعثم أو التأتأ وهو صغير وبالرغم من هذه الظروف وهذه الحياة الصعبة اللي عاشها بعيد عن أبوه وفي زمن عنصري وكمان صعوبة في الكلام أو تأتأ إلا إنه درس وتعلم أشياء كثيرة منها العزف على البوق الفرنسي وآلة البيكولو إذا ينطق اسمها زي كذا والعزف على المزمار وكمان درس الجامعة وبالتحديد في جامعة مورهاوس وهي كمان جامعة خاصة لذوي البشر السوداء وكان متخصص في الهندسة المعمارية ياب هذا كان يبغي يصير مهندس معماري لو لا إنه صارت قصة بتعرفوها بعد شوي تخصص عشوائي كده اختاروا بدون أي شغف نفس وضعي وضعك عزيزي الوجي إيش نتخصص يا ترى في الجامعة والله ده التخصص كويس يلا مشينا وبعدها فترة حس إنه الهندسة المعمارية لا يابويا كلام فاضي فغير تخصصه وتوجه إلى علوم الأحياء البحرية برضو تخصص عشوائي وبدون أي شغف ما يحبوا ولا هم يحزنوا لكن قبل ما يتخرج بفترة بسيطة يقول سامويل إنه نضم لمجموعة تمثيل في الجامعة يعني مجرد نشاط كده مجموعة شباب وبنات يتعلمون فيها التمثيل ويمارسونه يقول أول من ضميت لهم لقيت نفسي مرة مبسوط مع التمثيل وبطريقة ما حسيت كده داخلي شي يقول لي إنه هذا هو الشي اللي المفروض أتخصص فيه أو هذا هو الطريق اللي المفروض أسلكه وأطور نفسي فيه إيش اللي هندسة معمارية وإيش اللي علوم وأحياء بحرية وبالفعل غير تخصصه مباشرة إلى التمثيل والمسرح أو الدراما ومن هناك بدأ ينمو حبه وشغفه للسينما والتمثيل بشكل عام في قصة غريبة أو موقف غريب حصل له أيام الجامعة قبل ما يتخرج من الجامعة ومثل ما قلت لكم أن جامعته كانت مخصصة لذوي البشر السوداء حصلت مظاهرات واحتجاجات داخل الجامعة بسبب عدم تعيين موظفين من ذوي البشر السوداء في المناصب العليا للجامعة حصلت شوية مظاهرات احتجاجات شوية الموضوع بدأ يصير فوضى وبدأ يكبر ومشاكل نيران وقنابل دخانية ومكافحة شغل الموضوع كبر سامويل جاكسون مع الحماس والثورة هذيك راح أخذ له بعض الرهائن كامهير مدر وراح وحبسهم في مكان وقال يا جماعة الخير إذا ما بتحققوا مطالبنا والله العظيم هذول البيض ما راح يصير لهم طيب وبعد ما هدت الحوسة وانتهت الاحتجاجات هذيك على خير تم إيقافه لحسن حظه ما فصلوه وقفوه لفترة ورجع للجامعة المهم أنه تخرج من هذيك الجامعة بعدها على خير وول ما تخرج من الجامعة مباشرة بدأ يشوق طريقه في عالم التمثيل وشارك في عدة مسرحيات بسيطة وأعمال تلفزيونية بل إنه قد يوصل إلى مسرح برادوي الشهير في نيويورك وشارك في كم عمل بسيط مسرح برادوي يعتبر من أكبر المسارح في الولايات المتحدة وهو مسرح لأداء وتقديم مسرحيات درامية وكوميدية وكمان موسيقية ويقع في مدينة نيويورك ويحوي على أكثر من خمسمائة مقعد تقريبا سامول جاكسون وبعد تخرجه بفترة ومع بداية انطلاقه في عالم التمثيل للأسف لحقه شبح أبوه صار مد من كحوليات وكمان كوكاين وكادت مسيرة المهنية تنتهي تماما وينتهي هو معاها ولكن بعد توجيهات ونصائح وجلسات علاجية وكمان جلسات أخوية مع الممثل الكبير مورغن فريمن بدأ سامول جاكسون يرجع إلى الحياة أو إلى حياة التمثيل وترك الإدمان بشكل تدريجي شكرا مراكز التأهيل وشكرا عمو مورغن يعني لو لاهم كان يمديل حين جونكي ولا هوملس في نيويورك الله أعلم من بعد أشتغل مع المخرج سبايك لي وكمان مع الكوميدي بالكوزبي أحيانا يكون ممثل ثانوي بسيط وأحيانا يكون كومبارس وأحيانا ما يكون ممثل أحيانا يكون كاميرامان كذا يشيل الكاميرا ويصور وأحيانا كان يشتغل كعامل داخل مواقع التصوير الزبدا أنه تهبد تهبد إليه قال أمين في مسيرة قبل ما يصير مشهور أو قبل ما يتم اكتشاف موهبته الحقيقية ولكن الهبد كله كان في مجال السينما أو على أقل داخل مواقع التصوير أو التمثيل بشكل عام المخيف والملهم في الموضوع يا جماعة أنه كل الهبد هذا استمر إليه أن صار عمره 40 سنة تقريبا تخيل عمره 40 سنة وما زال ممثل بسيط وأدواره كلها ما لها أي قيمة تقريبا يمكن لو شخص ثاني كان قالي يا عمي أنا عمر 40 سنة وكل الأدوار اللي جيني رخيصة وما زلت مطفر وحالة حالة رص بل أتمثيل بل أبطيق خلينا رح أشوف لي حاجة ثانية ولكن سامول جاكسون استمر في مجال التمثيل لأنه شخصيا اعترف وقال إن التمثيل بالنسبة له ما هو مجرد وظيفة بل هو أسلوب حياه وشيء يحبه ويسعد جدا أنه يسويه على كل حال هذا الكلام ما بين فترة السبعينات والثمانينات وفي نهاية الثمانينات ولما صار عمره تقريبا 40 سنة مثل في أول دور مهم له أو تقريبا هو الدور اللي وجه الأضواء عليه بشكل أكبر من قبل في فيلم المخرج سبايكلي Do the right thing وهو واحد من أقوى أفلام اللي قدمها في بدايته وبعده في التسعينات بدأ سوقه يتطور وبدأ تجيع روض حلوة حبة حبة ويمكن أول عمل أعطاه قيمة في المجال السينمائي كان دوره البسيط جدا في فيلم مارتين سكورسيزي اللي صدر عام 1990 بهذا الفيلم يا جماعة دور سامويل جاكسن كان مرة مرة بسيط ما أنسى الصدمة اللي حصلت لي لما شفته في هذاك الدور البسيط في فيلم مارتين سكورسيزي بس بعدينك تشفت أنه وقتها لسه ما كان مشهور يعني ذاك الدور كان يحمد ربه عليه في فيلم مارتين سكورسيزي فهمتوا الفكرة؟ وأتوقع أنت لما تتابع الفيلم حاليا بتنصدم أنه هذا الممثل الكبير سامويل جاكسن كانت شعلت شهرته تقريبا من هذا الدور الصغير المهم يا حبيبي بعد دوره في هذا الفيلم جاه الدور اللي تقريبا أخرجوا من عالم البساطة إلى عالم الشهرة والثراء في دوره البسيط برضو في فيلم المخرج تارنتينو ترو رومانس اللي صدر سنة 1993 الفيلم هذا كان من كتابة تارنتينو فقط اللي خراج كان عند توني سكوت بعد هذا الفيلم ومشاركته البسيطة فيه تارنتينو تمسك في سامويل جاكسن وقال يا حبيبي الممثل هذا راح يكون ممثل المفضل فيه كل أفلامي القادمة تارنتينو شاف في سامويل جاكسن حاجة ما أحد شافها فيه إلا هو شاف إنه هذا الممثل ينفع يجسد العنف العدوانية والكراهية اللي في رأس تارنتينو وكلنا نعرف كمية الدموية والعنف اللي في أفلام تارنتينو فتارنتينو مجرد ما شأف سامويل جاكسن تمسك فيه وكأنه لقي كنز ما هو مجرد ممثل وبالفعل سنة 1994 تارنتينو وظف سامويل جاكسن في أهم وأشهر دور له تقريبا في فيلم بالب فاكشن واحد من أقوى أدواره وأشرسها على الإطلاق إذا ما شفت هذا الفيلم الآن بعد هذا الفيديو حط لايك حط ديس لايك اللي يعجبك بس المهم لازم تروح تتابع الفيلم فيلم مستحيل إنك تشوف مثله في حياتك أبدا غريب في سرده غريب في حواراته ومضحك ومسلي وعنيف في نفس الوقت كيف لا تسألني يقلع أم القوة اللي في هذا الفيلم المهم حبيبي لوجيه إنه هذا الدور كان بمثابة انفجار لسامويل جاكسن بل إنه ترشح عنه للأوسكار ولكن للأسف ما فاز فيها وبعد هذا الفيلم مباشرة تارنتينو صار يوظفه في أي فيلم جديد يسوي حتى فيلم انجلوريس باسترد ولأنه ما كان فيه دور مناسب له فيه تارنتينو خلاه يقدم أداء صوتي في الفيلم بأسلوب الراوي كنوع يعني من التقدير والاحترام لهذا الممثل أزبني يا جماعة أنه تارنتينو ساهم في تفجير وسطوع نجم هذا الممثل الكبير بس تدرون الكلام متى؟ اسألني متى الكلام هذا لما صار عمر سامويل جاكسن 45 سنة تخيل تتهبد في مجال معين وما تنجح فيه إلا لما يصير عمرك 45 سنة إذا فيه شيء بحاول أوصله لك هو إنك لا تستسلم لا تستسلم يا بطل أنت تستطيع مهما بلغت من الكبريعتية لا توقف ما تدري متى تضرب معاك شوف هو مفروض أنه بعد نجاحه المجنون في بولب فكشن مفروض مفروض معاك تجي إلى أدوار مرة مهمة وقوية وهذا اللي حصل فعلا ولكن سامويل جاكسن مرة مرة أحب التمثيل ويلقى متنفس النفسه فيه لدرجة تقريبا ما يرفض أي عرض يجيه علشان كده الأعمال اللي شارك فيها قربت تتجاوز المائتين عمل من أفلام وغيرها فبعد فيلم بولب فكشن كان يقدر أنه يصير انتقائي أكثر وما يمثل في أي فيلم ولكن من يومه إلى يومنا هذا سامويل جاكسن يمثل في أي دور ينعرض عليه تقريبا يا عمي في هذه اللحظة اللي أنا جالس أتكلم معاك فيها في هذا الفيديو جالس جاهل سبعة أعمال جديدة ياب مرة يحب التمثيل وعشان أثبت لكم قد إيش يحب ويعشق التمثيل هذا الإنسان سامويل جاكسن ثروته حاليا تقدر بحوالي 250 مليون دولار أمريكي يعني حوالي مليار ريال سعودي يقدر اليوم يعتزل التمثيل ويكمل ما بقي من حياته بأرقى طريقة ولكن سامويل جاكسن يرفض الاعتزال مو لأنه مهوس وخايف من التقاعد بل لأنه مرة مرة يحب شيء اسمه تمثيل طيب بالنسبة لأفضل أفلام سامويل جاكسن بالنسبة لي مثل ما قلت لكم الآدم يمثل في أفلام مرة كثيرة وصعب جدا أن يحصرها كلها حتى أنا شخصيا للأمانة ما تابعت له الأفلام معدودة يابوين عنده 200 فيلم أتعب عيش ولايش بس عشان نكون صادقين مع بعض يا جماعة معظم أفلام سامويل جاكسن المشهورة يقدم فيها دوار مشابهة إما شخص كوميدي وساخر ويسب ويشتم في النهاية أو شخص مسالم وغلبان وفجأة يسب ويشتم في النهاية أو شخص غضبان ويسب ويشتم ليل النهار في نهاية المطاف الأدوار اللي تليق في هذا الإنسان لازم يكون كده فيها شوية عنف وشوية طاقة وترى هذا مرة ما هو غلط في ممثلين كثير ما عندهم الأدوار معينة كده يبدعوا فيها إذا خرجتهم منها ما تزبط معهم يعني بالله يتخيلوا سامويل جاكسن قاعد يقدم دور درامي وحزين ويبكي ماذر ما تيجي ألمن خلونا يشارك معكم أفلام مفضلة لسامويل جاكسن أول شيء أفلامه مع تارنتينو وهذا موضوع مفروغ منه لازم تتابعوها كلها بدون استثناء كل الأفلام اللي بعطيك أسماءها الحين لازم تتابعها وعلى مسؤوليتي لأنه قبل ما تكون أفلام سامويل جاكسن هي أفلام المخرجة الدموي والمجنون تارنتينو وسامويل جاكسن شارك في بعضها كدور بطولي وبعضها كدور ثانوي وفي كل الحالتين قدم أدوار مرة رهيبة أول فيلم و... أول فيلم وهو أقوى فيلم له في مسيرة أول فيلم أول فيلم أول فيلم وهو أقوى فيلم له في مسيرة المهنية كلها تقريبا بالنسبة لي فيلم بولب فيكشن واللي صدر سنة 1994 فيلم يا جماعة جدا قوي وصعب إنك تتنبأ بأحداثه ألبتة لحكي لك عن الحوارات ولا حكي لك عن العنف والدموية اللي فيه ولا حتى على المفاجآت والصدمات اللي بيجي كنت تتابع الفيلم فيلم مجنون فيلم مجنون لازم تتابعه لازم تتابعه بس للكبار فقط بعد كده عندك سلسلة كيل بيل شوف هو بالنسبة لي بقولك يسحب عليها سلسلة كلها فقش وكذب وأنا ما أحب الكذب صراحة المبالغ فيه ولا أدري صراحة ليش هذه السلسلة بالتحديد تقييماتها عالية ولكن ولكن يعني لو تحب الأكشن المبالغ فيه والخراط تابعها هي فيلمين كلبي الفوليوم 1 2003 وكلبي الفوليوم 2 2004 والجزء الثالث قادم قريبا فيلم عن واحدة يتم الغدر فيها وتصحى من غيبوبة وتروح تنتقم وتقلب أم الدنيا رؤوس وشلالات ودماء أشوف هو الواقعية فيه حلوة أنه لا والله ما فيه واقعية يا أبويا تبقى تابع وتابع ولا براحتك قال له أكشن وخراط وكذب بعد كذا عندنا انجلوريوس باسترد واللي صدر سنة 2009 طبعا ما أشارك فيه سامويل جاكسون غير بأسلوب الراوي مثل ما قلت لكم بس والله يا جماعة الخير هذا الفيلم مرة مرة أحبه وتابعته أكثر من ثلاث مرات واعتبر واحد من أفلام الحربية المفضلة فيلم عن النازية وعن اليهود والحرب العالمية واغتيال هتلر بس تم تقديمه بأسلوب وحبكة ترنتينو الخاصة أخي ترنتينو شيطان ترى ترنتينو شيطان يعرف يكتب قصص يعرف يكتب قصص بعد كذا عندك فيلم جانغو اللي صدر سنة 2012 واحد من أقوى فيلام السنة هذيك برضو وبالرغم من أنه سامويل جاكسون كان دوره بسيط في هذا الفيلم إلا أنه قدم دور مرة قوي وكريه دوره كريه كريه غير الأسماء الكبيرة اللي شاركت فيه هذا الفيلم الكبير قصة الفيلم عن شخص في زمن العبودية وعن كفاحه في طريق حريته والبحث عن زوجته المستعبدة وفي قصة طريفة يحكيها بطل الفيلم جيمي فوكس يقول ترنتينو مرة مرة عصبي وقت التصوير عصبي لدرجة أني كنت ناوي أخربها معاه وأضرب الباب بس المشكلة كان بيني وبينه عقد يقول لما كنا نكنسل مشهد من المشاهد ونعيد تصويره ترنتينو يجي عندي أنا جيمي فوكس مثلا يجيني ويقول لي يقول كده كان يقولها بطريقة مستفزة بس ما هي مستفزة ما عاد أدري إيش أقول علشان كده ترنتينو دائما ممثلين وهم نفسهم في كل أفلام وتلاقيهم كده متكررين نفسها الممثلين ما حد يقدر يشتغل معاه مو أي أحد يشتغل معاه ترى مرة عفش ويمكن كريه ما أدري بس مرة عفش لكنه مخرج فلنع صح ولا لا وأخيرا فيلم The Hateful Eight واللي صدر عام 2015 فيلم كله حوارات وغموض وبرد تركزلي على كلمة برد لأنه مرة برد ما أدري كيف ترنتينو بيخليك تحس بالبرد وانت تتابع هذا الفيلم غير الغموض غير التويستات اللي راح تجلطك فيلم في غرفة واحدة بس أوكي بداية وكانت كده مسار تلجي بعدين الكل يتقابل في هذه الغرفة وتصبح حوارات وأكشن وغموض ولحظة يا الله فيلم رهيب أحب الفيلم ذلك وكان من بطولة سامويل جاكسون برضو وقدم فيه دور مرة رهيب وقوي هذه تقريبا هم أفلامه مع ترنتينو وكل اللي يقدر أقول لكم إنه لازم تتابعوها وصدقوني راح تعجبكم لا محالة ويعمل حسابكم لما أقول لكم ترنتينو يعرفوا أنه بلاس 18 دائما دم عنفعة وكل شيء بعد كده عندنا دور الشخصية نيك فيوري في عالم مارفل السينمائي مارفل قبل ما ترسم النسخة الحديثة لشخصية نيك فيوري أخذوا موافقته قالوا له هذه الشخصية نحب نرسومها بملامحك ما عرف إش كان الاتفاق هذا بينهم ولكنه أعطاهم الموافقة وقالوا كين طلقوا وبعد فترة وقعوا معه عقد في سلسلة أفينجرز لتقديم نفس الشخصية واحدة من أروع الشخصيات اللي قدمها للأمانة ولا يقع عليه بشكل مرة مجنون لو تحب تشوف شخصية نيك فيوري لازم تتابع سلسلة أفينجرز وظهوره ما كان بشكل مستمر ولا حتى بدور بطولي عدا في فيلم كابتن مارفل ولكن دوره جدا مهم في عالم مارفل وشخصيته مرت في تجارب كثيرة في هذه السلسلة إذا ما تابعتها للحين لا تفوتك سلسلة أفينجرز أقوى سلسلة أبطال خارقين نزلت في الألفية الثالثة عجبك عجبك ما عجبك بكيفك بصعف واللي عنده كلام غير كده يكتبه في الكومنت برضو شارك سامويل جاكسون في الثلاثية الثانية لسلسلة أفلام ستار وورز اللي بدأت سنة 1999 وانتهت سنة 2005 هي صح إنها ما كانت أفضل ثلاثية في عالم ستار وورز ولكنها كانت جيدة للأمانة وبالرغم من إنه ما كان دوره بطولي إلا إنه قدم دور مهم في السلسلة كجي داي ماستر وهو أول جي داي ماستر أتوقع من ذوي البشر السوداء إذا ما خاب ظني والوحيد بقية الجي داي عادة إما يكونوا بيض ولا يكونوا مخلوقات فضائية برضو في حال إنك ما تابعت سلسلة ستار وورز وحابت تابعها راح أتركها لكم في الوصف بالتسلسل الزمني وبالتسلسل الغير زمني يعني وكل التسلسلات راح أتركها لكم في الوصف أنا تابعتها كاملة باقي لي بس الفيلمين المشتقة منها ومسلسل The Mandalorian بابدأ فيهم عما قريب إن شاء الله برضو شارك بدور الشرير في الجزء الأول من سلسلة Kingsman سلسلة جدا رائعة نزلت سنة 2014 ونزل منها جزء ثاني سنة 2017 وفيه كمان جزء ثالث قادم يفترض إنه ينزل هذي السنة 2021 شوية كوميجة شوية أكشن شوية جسوسية وخيال حاجة مرهي بلا تفوتكم أرجع وكرر قبل ما نختم الفيديو الأفلام اللي ذكرتها لك الحرية تتابعها ولا تتابعة براحتك بس أفلامه مع المخرج تارنتينو لازم لازم تتابعها راح أكتب لك كده تحت في الوصف أفلامه مع تارنتينو وذيك الأفلام لازم تتابعها البقية لازم تتابعها بس براحتك إذا ما تبدأت تابعها مو علشانو بس بس علشان كمان ترنتين ترى ترنتينو شيطان 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 نختم هذا الفيديو بواحدة من اشهر المقولات لسامويل جاكسون في التحفيز والثقة في النفس لما سألوه ايش نظرتك لنفسك وهل تهمك نظرة الناس لك بحكم انك شخص بس يشتم في كثير من افلامه رد عليهم سامويل جاكسون وقال انا ابن جيد واب جيد وزوج جيد وايضا صديق جيد لقد بقيت وما زلت متزوجا من نفس الامرأة لأكثر من ثلاثين سنة انهيت دراسة الجامعية وحصلت على تعليمي وكافحت كثيرا من اجل تحقيق حلمي كما انني اتبرع بالمال دون ان اكشف عن هويتي بعيدا عن الرياء والنفاق لذا عندما ينتقد الناس نوع الشخصيات التي العبها على الشاشة اقول لهم على شحم فيما معنى يعني ماهم واحد خلاص يا ابو يطز فيكم مهم لنفسي انا راضي عن نفسي وعن الانجازات اللي حققتها هذا اللي يهم الى هنا انكل وصل لنهاية الفيديو انا عارف الفيديو مرة طويل بس سامون جاكسون تستحبل انت اعساس بنسوي له فيديو ثاني لازم نجمع اكبر قدر من المعلومات عنه في هذا الفيلم تركني افلامكم من فضل لهذا المثل الرهيب جدا وتعالوا تابعوني في سناب شات وتويتر وانستغرام حساباتي كلها في الوصف وبسيط جدا اسمي يا جماعة اكتبوا بس وجيه اوتو وبطلع لكم في كل مكان ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيات والضغط على زر الاعجاب كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم